السلام عليكم مصدقائي طلاب الصف الرابع اعدادي بهذا الفيديو راح نحل صفحة 42 وصفحة 43 من كتاب النشاط تمارين الوحدة الثانية الدرس التاسع مقابلة عنوان الدرس مقابلة يلا تشكوننا لايك خلنا بده نحل بالنسبة للثمانين الاول قال انه ريم قابلت مدرسة في مدرستها في مدرست ريم اقرأ أجوبة المدرسة واكتب أسئلة ريم في كتاب الطالب عندنا بس أجوبة الأجوبة هاي مع المدرسة بس أسئلة ريم ما موجودة تعالوا يا احنا بصفحة 27 كتاب الطالب هاي الأسئلة مع ريم ما موجودة اللي موجود بس الأجوبة مع المدرسة ميسيز حسن بهالحالة تشي سوي تجي تقرأ الجواب ومن خلال الجواب راح تعرف السؤال شنو كان مثلا آي تيش ماتس آني أدرس رياضيات السؤال شيئكي كان شنو الدرسين مصحح وكذلك مع باقي الأسئلة تقرأ الجواب وورا ما تقرأ الجواب راح تعرف السؤال شنو كان بالنسبة لأسئلة كلهم كتابتهم لكم بالترتيب تمام فأنت بس تجي ترتبه هنا هنا ذاتري تكتبه هنا هنا المتري تكتبه هنا بس بالنشاط عادي طبيعي جدا هذا النياهنا لأسئلة كلهم بالترتيب تمام نجي نقرأها ونترجمها حالسريع شنو الدرسين متى بدأتي بالتدريس ماذا كنت تفعلين قبل أن تكونين مدرسة لماذا غيرتي وظائف كانت تشتغل ببنك بعدين دور صارت المدرسة المهم السؤال إيه ماذا عليك أن تفعلين لتكوني أو لتصبحي مدرسة ما الذي يعجبك أكثر بوظيفة ما الذي يعجبك أقل ننتقل للثمانين البعض بهذا الثمانين قالنا كون أسئلة حول مقابلة عمل باستخدام الكلمات بالأسفل منطينا كلمات ونحن نكون أسئلة من خلال هذه الكلمات السؤال الأول الذي كوننا كيف سمعت حول هذا المنصب السؤال الثاني لماذا تريد أن تعمل في هذه الشركة؟ الثالث ماذا فعلت أو ماذا كنت تفعل في وظيفتك الأخيرة؟ لماذا تركت وظيفتك الأخيرة؟ الخامس ما هي نقاط قوتك ونقاط ضعفك؟ الأخير هل لديك أية أسئلة لنا؟ ننتقل للثمانين البعض عندنا تمرين مرتبط بهذا التمرين بهذا التمرين رأينا الرابط لأسئلة الموجودة بهذا التمرين وهي الأجوبة هاي الموجودة مثلا هاي النقطة الأولى كنت مشرفا على النشاط في مدرسة لغات تروح نربطها وإيه السؤال الثالث هذا الجواب مالسؤال الثالث اللي هو هذا ماذا كنت تفعل في وظيفتك الأخيرة؟ أنا أعتقد بأني منتظم للغاية ولكن بعض الأحيان لدي صعوبة في طلب المساعد وهي السؤال الخامس اللي هو كان ما هي نقاط قوتك ونقاط ضعفك؟ النقطة سيعدنا نعم لدي ما نوع التدريب الذي تقدموه؟ تروح وي السؤال السادس اللي هو كان هل لديك أية أسئلة لنا؟ النقطة دي لم تعد تحديا بالنسبة لي بعد الآن تروح وي السؤال الرابع اللي هو لماذا تركت وظيفتك الأخيرة؟ الجواب E لقد رأيت إعلاناً على موقعكم تروح وي الأولى اللي هي شلون سمعت عن هذا المنصب النقطة الأخيرة الجواب الأخير F أعتقد بأنني أستطيع التعلم كثيراً بالعمل هنا تروح وي الثانية اللي هي أنت ليش تريد تشتور بهاية الشرك ننتقل للتمرين C بالتمرين C قال لنا تخيل بأنك المدير في مدرسة لغات وأنت وأنت تقابل شخص ما للعمل في مكتب الاستقبال فكر في ستة أسئلة ترغب بأن تسألهم فهنا الأسئلة اللي كوناها تختلف من طالب الطالب حسب تفكير الطالب وهو شون يريد يسأل الأسئلة تمام فمثل ما قلنا تخيل أنت مدير بمدرسة لغات تخيل هذا تمام وتخيل أنت جاي تقابل شخص حتى يشتغل بمكتب الاستقبال سألة ستة أسئلة هذان الأسئلة اللي كوناها طبعاً بعدين هذان الأسئلة راح نحتاجها بالتمرين البعدة أوكي هل عملت في مكتب الاستقبال أو في مركز خدمة الزبائن من قبل السؤال الثاني ماذا تفعل إذا طالب كان غير سعيد مع جدوله أو معلمه السؤال الثالث كيف تبقي عملك منتظم أو منظم عندما يكون لديك الكثير من الأشياء لتقوم بها السؤال الرابع هل أنت جيد في استخدام الحواسيب للإجابة على الإيميلات تكوين الجداول والإحتفاظ بالسجلات السؤال الخامس كيف تساعد شخص ما لديه مشكلة بالتحدث باللغة الإنجليزية ليشرح ماذا هو يحتاج السؤال السادس ماذا تعتقد بأهم مهارة أو بالمهارة الأكثر أهمية للعمل في مكتب استقبال بمدرسة لغات نجي للتملين البعدة التملين البعدة هنالش قال لنا قال لنا قابل ثنين من زملائك بالصف كون ملاحظات عن أجوبتهم هي شن هي أجوبتهم راح يجاوبوك على ذن الأسئلة اللي كونتن أنت قابل ثنين وتبدو تسألهم بهذه الأسئلة تمام بعدها قرر من منهم دولة الثنين يجب أن يحصل على الوظيفة هو التملين كله تخيل تمام من البداية قال لك تخيل أنت مدير أنا لو منك ثنيناته ما وظف موظف من خالط المهم وراء ما تسألهم هاي الأسئلة تشوف أجوبتهم بعدها شا سوي تقرر ياه ومنعدهم توظفه وراء ما قررت شا سوي تكتب فقرة تشرح بيها ليش انطيت الوظيفة لهذا الشخص اللي قررت انطي الوظيفة تمام هذا هو إنشاء الوحدة الثانية الثاني تمام راح أقرأكم ميعة السريع بس قراءة وبعدين الترجمة أطرح لكم كتابة اوكي بس قرر أصير من الوثبات سأساعده يساعده بس قرر أصير اطرح للمعارضة الذي لا يمكنك أن يتحدث بس قرر أفضل I believe Ali's friendliness, experience, and organization make him the best fit for the job. هاي الترجمة مثل ما جاي يشوفون. وقفوا الفيديو ونقلوا الترجمة. لحد هنا كمننا من هذا الفيديو. أتمنى تكون استفاديتوا من أد. Thank you, goodbye, Sia.